السلام عليكم عزائي الطلبة طلبة البيت العتيق والأمهات الفاضلات الآن سنكمل تدريبات تجريد الهاء فقد قمنا بتجريده في الحصة السابقة والآن سنقوم بتنفيذ تدريبات التجريد نبدأ بسم الله طبعا هذا كتاب لغتنا العربية الجزء الثاني الصف الأول نأتي ونفتح على صفحة حرف الهاء المعطى لنا في البداية أعزائي الطلبة أود منكم النظر والتماع لحرف الهاء فكما تعرفنا سابقا أن حرفنا الجديد الذي قمنا بتجريده هو حرف الهاء وكما تعرفنا أنه حرف قمري فهنا هذه الهاء في بداية الكلمة والهاء في وسط الكلمة وهنا في نهاية الكلمة متصلة وهنا في نهاية الكلمة منفصلة وقد قمت برسم خط لتعرف موقع الحرف من السطر وهنا يوجد لدينا صورة يوجد لدينا صورة فهذه الصورة ننظر إليها ونعرف محتواها محتواها ألا وهو هلال هلال فهذا الهلال الذي سيدلنا إن شاء الله في الشهر القادم لظهور وإن شاء الله قدوم شهر رمضان فهذا الهلال هو الذي يدلنا فهنا المطلوب من الطالب الأم العزيزة أن تقوم بتدريبه وتعليمه على كتابة كلمة هلال حيث يقوم بكتابة كلمة هلال هنا أسفل الصورة وبعد أن يقوم بكتاب كلمة هلال يميز حرف اله بحصره بوضع دائرة عليه وسيلاحظ أنه يأتي في بداية الكلمة نأتي إلى التدريبات التدريب الأول التدريب الأول عزيزي الطالب عزيزتي الأم يتضمن منا النطق وهنا يجب على الطالب نفسه أن يقوم بنطق الحرف حسب الحركة المعطى للمد القصير والمد الطويل وأرجو منك أيها الأم الفاضلة أن تلاحظي وتتقيقي في مخرج الحرف الصحيح لدى الطالب وعند وجود خطأ لديه أرجو منك أن تقوم بتصحيح فسأقوم أنا بالبداية وأتمنى منكم أعزائي الطلبة أن تعيدوا من ورائي لقراءة الحرف المعطى مع المد القصير والمد الطويل في البداية ساكن إه ساكن إه 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 متحركا بالفتحة ها فتحة ها ضمة هو 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 كسرة هي 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 المد الطويل ها هو هي إذن قراءة سريعة إه ها هو هي ها هو هي المطلوب هنا أن يقوم الطالب بحصر حرف الهاء الملون لديك التدريب الثاني نقوم أولا بقراءة المطلوب ثم نبدأ بالحل أردد الكلمات منتبها إلى صوت الهاء وكما تلاحظون واحد اثنان ثلاثة أربعة يعني وجوده في جميع المواقع فنقوم بداية بتهجأة الكلمة ثم قراءتها ثم تمييز حرف الهاء بحصره بوضع دائرة حوله وذكر موقعه نبدأ معا هاشي هاشي من هاشي من هاشي من اسم مذكر انظر تماعا نلاحظ وجود الهاء في بداية الكلمة ونقوم بحصره الكلمة الثانية هنا يوجد لدينا مقطع إذن يجب علينا القراءة متصلة وليست منفصلة كما تعرفتم سابقا ساهم 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 انظر تماعا وانظر فتلاحظ وجود الهاء في وسط الكلمة وهنا نقوم بحصره ووضع دائرة حوله حتى لا يهرب أعزاء الطلبة الكلمة الثالثة أيضا يوجد لدينا مقطع وجهن 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 نتماعا فنلاحظ وجود الهاء في نهاية الكلمة نقوم بحصره مع ذكر موقعه الذي يأتي متصلا في نهاية الكلمة الكلمة الرابعة الكلمة الرابعة الهاء تأتي هنا في نهاية الكلمة وهي